قرر كمان كابتر مسامة تخصيص فقرة كده خلال التدريب لللاعبين هما يسددوا من خارج منطقة الجزاء ويسددوا على المرمى من أكتر من مكان والفقرة دي كان مركز فيها على لعبة خط الوسط كل لعبة خط الوسط قال إن زمالك عنده لعبة كتير جدا 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 بتجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء زي إمامه وزي زيزو وعلى فكرة شيكا بيلعب يسدد كلنا عارفين كرات شيكا على فكرة أوباما لو الكرة معدولة رجلي بيكون قوية على المرمى عندك لعبين كلها طريق لموجود بيشوت رجلي قوية على المرمى عندك لعبة كتير في زمالك بتعرف تشوت من خارج منطقة الجزاء وقلنا على فكرة اللقاء اللي فات وكابتن أسامة قال شوتوا يا جماعة عايزين تسديد يكون أقوى وقلنا اتكلم مع زيزو اتكلم مع إمام لازم يكون في تسديد فمثال التسديد حل وشفناه في لقاءات كتير لزمالك التسديد بيخلص لقاءات كتير ويقدر يخليك تاخد ثلاث نقاط من قورة فان شاء الله يكون التسديد موجود وحلل زمالك في اللقاء اللي جاي